إخواني المشاهدين دروس وعبر لنا أن ننتهي عن أفعالنا القبيحة وأقوالنا البديئة وأن نعرض عن الفتن والمعاصي وكل ما قارب إليها يا قلب هيا نتوب كفانا ذنوب كفانا ذنوب كفانا 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 ذنوب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج مرساة النجاة وفي هذه الحلقة سنكمل إن شاء الله تعالى قصة الرجل الذي طلب من سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أن يدله على عمل أو علاجا يزجره عن الذنوب والمعاصي فابقوا معنا أحبتي في الله عندما طلب الرجل من سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أن يدله على طريقة أخرى ينتهي بها عن المعصية فحينها قال رحمه الله تعالى إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم قال لا يدعونني ولا يقبلون مني قال فكيف ترجو النجاة إذن قال له يا إبراهيم حسبي حسبي أنا استغفر الله وأتوب إليه ولزمه في العبادة حتى فرق الموت بينهما سبحان الله انظروا أحبتي في الله كيف كانت حكمة أهل الله في الأرض فعندما عرض إبراهيم بن أدهم ألا يذهب مع الملائكة الموكلين بالعداب إلى النار فقال الرجل أنا يقبل مني الكلام وهم مأمورين من عند الله تعالى فتاب الرجل عن معصيته وذنوبه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وفي ذلك إخوان المشاهدين دروس وعبر لنا أن ننتهي عن أفعالنا القبيحة وأقوالنا البديئة وأن نعرض عن الفتن والمعاصي وكل ما قارب إليها ونحذر من كيد الشياطين فما خاب من تاب إلى الله وعمل صالحا ثم أنا أحبة الكرام إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم ولنا لقاء آخر في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر